اقول لك النقطة اللي ممكن اخدها على موسماني بصراحة انا فاكرة انا زي زيك مفيش خلاف ان موسماني مدارب ناجح مفيش خلاف ان موسماني يستحق الاستمرار مع النادي الاهلي انا مقدرش بقى عندي مدارب بكل هذا النجاح وقول لا اصنو ماينفعش يكمل مع الفريق عشان اعمل اداء مش كويس او اداء فني مش عاجبني بس ساعات بحس موسماني هو موسماني سانداونز اللي هو سانداونز لما ياخد بطولتين وارا بعض هتبقى ينجاز عظيم جدا وده اقصى طموح ممكن يوصل له بوسماني مع فريق زي سانداونز بس مع النادي الاهلي وطموح جمعين النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي لأ بطولتين عادي اه بطولتين غاليين طبعا في تاريخ النادي الاهلي بس بالنسبة جمعين النادي الاهلي لأ شوفنا زيهم قبل كده وانا عايز تاني وثالث ورابع كسبت اتنين لو خسر المرة دي هيبقى عليه هجوم وانتقاضات وأمور صعبة فسعب أحس أنه هو لسه موسيماني الجنوب الأفريقي اللي لسه موجود مع سانداونز الشخصية اللي لسه ما اتطورتش شوية مع شخصية النادي الأهلي يمكن موسيماني حق نجاح مع سانداونز وخد بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن بعد كده فين سانداونز تراجع وما قدرش حافز على اللقب لكن مع النادي الأهلي أعتقد أن موسيماني نفسه هو أكتر واحد مستمتع بتدريب اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي انت بتضرب أفضل لعيبة في قرد أفريقيا وبتقدر معاهم أن انت تلعب بكل تقريبا طرق اللعب اللي موجودة في كرة القدم الأهلي الموسم ده لعب بتقريبا شبه كل طرق اللعب لعب 3-4-3 لعب 3-5-2 لعب 4-3-4-2-3-1 4-4-2 كمان في المباراة الأخيرة فهو مش هيلائي الكواليت ده موجود في أي فرقة تاني في أفريقيا أنا أقس في المعطة انت يراك في القصة دي أصل انك تلعب بكل طرق اللعب دي في موسم موحد خلينا أقول لك يا كريم أنا في القصة دي بالذات أنا في حضرت المؤتمر الصحفي لموسيماني ورشيد التوصي وتعمد تسأل مستر موسيماني سؤال مهم جدا هل تغيير طريقة اللعبة بتاعتك خلال الموسم بتشكل إزعاج للخصم أنه هو يتوقعك في المباراة ولا بتأثر على انسجام لعيبتك انت في المباراة يمكن هو حاول طبعا عشان ما يزهرش للخصم اه الخطة اتكلم انه هو لازم يطوع لعبته دايما انه تلعب بأي طريقة لعب ويطوع لعبته ان اللعبة في الدوري غير اللعبة في دوري أبطال أفريقيا تعمدت بعديها أسأل رشيد التوصي على نفس السؤال هل انت تأثرت ان الاهلي مش معروف لا اللعبة اللي بتبدأ المباراة ولا طريقة اللعبة قال طبعا الاهلي فريق كبير وده يمكن شوية ممكن يربك بعض المدربين لكن انا متوقع ان مباراة كبيرة من النادي الاهلي فانت دايما مشكل للخصم بتاعك ارتباط كبير قبل ما بيلعبك الاهلي هيلحب بتاعة اربعة ثلاثة هل انا اوقف الطرفين هل هيركز على العمق هل علي معلول هيلحب وراء مدافع فهيضطر ان هو يتقدم قدام كتير هيلحب باربا اربع مدافعين دايما فيه توقت دايما خانيا اسألك السؤال يا فارو لما تبص على الفرق الكبيرة في العالم فيه طريقة لعبة ثابتة ممكن يغير فيه مباراة او اتنين ممكن وارد الظروف المباراة خليه غير التحديد اللي بيعمل كده ممكن بيب جورديول هتلاقي ريال مدين بيلعب غالبا بنفس الطريقة ليفربول بيلعب بنفس الطريقة هتروح ايطاليا انتر او مين هتلاقيهم بيلعبوا بنفس الطريقة بريس سان جرمان بيلعب بنفس الطريقة الفرق الكبيرة تحديدا هي عندها شخصية وتفرضها على المنافسين مش تتعامل مع المنافس بطريقة لعبة مختلفة يعني ده تصوري للنادي الاهلي ده انا مستر موسيماني يمكن بيعاب عليه شوية الاورسينكينج او التفكير زيادة عن نظام قبل المباراة لانهو عنده فريق تحليل اداء كبير جدا بيسمع له وبيشوف الفيديوهات كتير فبيبقى دايما عايز يقفل كل نقطة الضعف بتاعت فريقه ويركز على نقطة القوة بتاعت الخصم فده بيخليه غير دايما في الافكار وطرق اللعب يمكن ما كانش حد متوقع ان هو يبدأ بحسين الشحات وطاهر في مباراة العودة رغم ان طاهر بعيد بقاله فترة وما كانش موجود بصفة اساسية لكن هو الرجل قال انا هلعب على الهجمة المرتدة وهتوتاح ليه مساحات فهما الاتنين افضل اتنين عندي مع انه هو لو لعب بحمد عبدالقادر وقفشا جايز جدا بطريقة اللعب العادية للنادي الاهلي كان يستحوز على المباراة ويهيمن عليها من البداية ويقدر يسجل اكتر من هذا فالاوفرسينكينج دايما عند مسيماني ممكن يشكله مشكلة كبيرة في المباراة اللي جاية خصوان في نص النائق وفاقستيف يمكن انا شفت مباراته مع التراجي مبارات الزهاب في ملعب خمسة جولية وفاقستيف مش الفريق المرعب اه فريق قوي ومش عايزين النبرة بتاعت التراجي خرج وفاقستيف حق المفاجأة انا اول مرة دايما اشوف ان الفريق الفائز هو الفريق الاضعف الفريق الفائز هو الفريق الاقوى وفاقستيه فريق قوي ولكن هو فريق يعني الأهل يواجه أقوى منه في النسخ السابقة بكتير فإحنا عايزين الأهل يلعب بثقة في مباراة العودة وأهم شيء تفادي الأخطاء اللي ظهرت في مباراة الرجاء كان فيه أخطاء كان فيه أخطاء الشوت الأول في مباراة الزهاب الأهل يحسنوا أربع أحداث نظيفة بسهولة في ملعب السلام وسط جماهيرك لازم يبقى فيه تركيز ولازم يتنبه على محمد شريف وبيرستاو اللعيبة الهجومية في النادي الأهلي التركيز محمد شريف في مباراة العودة كان بكورة بسيطة لأحمد عبدالقادر يقدر ينهي المباراة وينهي كل حاجة لكن ده غياب التركيز أنت مهاجم مختلف وبتلعب في النادي الأهلي ده معناه أن الفرق ما بينك وبين أي مهاجم تاني أن أنت بتخلص من أهل لفرصة أن أنت عندك تركيز داخل منطقة الجزاء ده اللي بيميزك عن أي لعب تاني في النادي الأهلي فلازم الحسم مباراة الزهاب ومنكررش الخطأ بتاع إضاءة الفرص السعنة النقطة المهمة التانية بتاع لعبة وسط الملعب في النادي الأهلي السلاسي حمدي فتحي وديانج وعمر السلية إيه التفضيل ألعب باثنين منهم في طريقة لعبة 4-2-3-1 اللي أنا بلعب بها على الأرض عشان تشكل لي دوافع كسافة هجومية وكسافة أكتر في لعبة المهاجمية ألعب بديانج وحمدي فتحي ولا ألعب بالسلية وديانج ولا ألعب بحمدي فتحي والسلية دايماً في حيرة في النقطة دي أهم حاجة أعتقد أنه هو يعني المباراة اللي فاتت أثبتت بملادع مجالاً للشك يعني أن عمر السلية لعب لازم يبقى موجود صنائية حمدي فتحي وقاليو ديانج مع بعض شفناها في مباراة المصري مش مباراة المصري بس مباراة كتير بيبقى عندها مشكلة دايماً في اللعب الديب لاينج اللي هو بيقدر يتقدم بيقدم الكورة عندك لمناطق الهجومية يمكن حمدي فتحي وقاليو ديانج بيمتهزوا شوية بالسلابة الدفاعية وهتحتاجهم لو بتلعب بثلاثة لكن لو باثنين عمر السلية لازم يبقى موجود ومعاه واحد من حمدي فتحي وقاليو ديانج طيب عظيم جداً ده النديل أهلي